لا يصدق من يرى هذه المشاهد بأن منطقة من ناوي لجم تقع ضمن مركز محافظة البصرة فبعد أن تحول واقع المنطقة من زراعي إلى سكنية سادت المعاناة ومنها انعدام شبكة تصريف المياه الثقيلة إضافة إلى غياب مياه الإسالة للشهر الثاني دون حلول تذكر لأن هذه المنطقة في الشتاء لا تنطب أي سيارة أو أي بشر لا يمكن يمشي فمعاناتنا معاناة شبيرة في حين نحن في مركز البصرة قبل لا تجيني بساعة خلصته هذا شوف الحفر ها قدامك ها مكلفني أربعمائة ألف ليش لأن بوري هذا اللي صار به تكرم ماء مجاري ما أعرف منيان صوانده أجوا قصوا الصوانده هم أجوا أهل الماء مرتين بس ماكوا علاج مياه الإسالة وشبكة تصريف المياه لا تندرجاني فقط ضمن جدول المعاناة الأزرية فهذه الشوارع لا تعرف عن الإكساء شيئا حتى أبا حيدر وجد صعوبة بالأصول لكاميرا التغيير للتعبير عن معاناته هذا العراق الطيب الوردة تعيشوفها أرقى منطقة هي بالبصرة هاتي طينتها وهاتي خيستها لا مجاري لا خدمات لا ماء لا كهرباء كل شماك والله العظيم عايشين والله مو خوش عايش عايشينها خليجون يشوفون نمناوي اللي جم هاي الطيبة هاي البيوت الحلوة الوردة خليجون يشوفونها تعالوا يا المسؤولين اتم تعالوا شوفوا تعالوا طبوا باشر وراكم انتخابات شين نقلكم احنا والله ما خلي واحد يطلع يروح الانتخابات والله العظيم أول شيء لا طلاب قدد يروح المدارس لا يقدر واحد مريض عنده يموت بالطريق بقال بصراحة شركية هاي حنا صار لنا وضعية اثناء من قعدنا لحد الآن هاي الوضعية لم خربط واقعها على عكس ما يتحدث به المسؤول خلال الحملات الانتخابية منطقة مناوي لجم مركز محافظة البصرة تعاني كما نشاهد أركان تقي قناة التغيير